عاشر أكبر اقتصاد على مستوى العالم والمواطن فيها عايش زي الباشا لدرجة أن سكان أوروبا كانوا بيهاجروا لها وإذ فجأة يتقن بالحال وبعد كل النغنغة دي تنزل الأرجنتين من سابع سمة لسابع أرض والنهاردة وكالة عالمية بتحذرها من الإفلاس فيترى إيه اللعنة اللي حلت على الأرجنتين عشان تساوي اقتصاد البلد بالأرض وإزاي الدولة الغنية بقت أكبر مقترد من صندوق النقر وليه بيتضرب بيها المثل في أزمة الديون وكالة فيتشي العالمية طلعت تقرير السنة اللي فاتت حطت فيه 17 دولة منها اللي فلس خلاص ومنها اللي عنده مشكلة في سداد الديون وفي طريقه للإفلاس زي الأرجنتين كده ومن 2022 ل2023 يا قلبي لا تحزن الأرجنتين بدل ما تشم نفسها وكالة فيتشي طلعت تقرير جديد خفضت فيها تصنفها الاقتماني تاني وده معناه بكل بساطة إن البلد بتقرب أكتر من خطر الإفلاس لأن قدرتها على سداد ديونها بتقل مع الوقت وده يخليك تسأل إزاي دولة كان اقتصادها في العالي بتتدهور بيها الحال كده الأرجنتين قبل الحرب العالمية الأولى كانت في حتى تانية خالص النشاط الزراعي والحيواني فيها ماشي زي الفل وبتحقق أسرع معدل نمو في العالم ودخل المواطن الأرجنتيني بينافس دخل المواطنين في أمريكا بس بعدها دخلت البلد في دوامة ملهاش أول من آخر وخد عندك بقى مشاكل سياسية وفساد مسؤولين عشان تعرف طريقها لصندوق النقد وتاخذ منه قرد لأول مرة في عام 1958 ومن ساعتها ربطت الأرجنتين عملتها بالدولار ومستقبلها بقى مرهوم بمطالب الصندوق لغاية ما الحكاية ظلمت قوي في 1976 في الوقت ده المسؤولين هناك نفزوا سياسات جديدة دخلت البلد في أزمات أكبر وبقت الأرجنتين تاخد كروت جديدة عشان تسدد الأديمة وتطلع من إفلاس تدخل للتاني وفي كل مرة صندوق النقد كان هو المنقذ وواحد من أسباب الأزمة برضو لدرجة أن الأرجنتين على مدار تاريخها وقعت حوالي 22 اتفاقية مع صندوق النقد عشان تبقى أكبر زبون ليه من بين كل دول العالم ورغم الإصلاحات الكتيرة اللي نفزتها الحكومة واحدة ورد تانية فضل اقتصاد الأرجنتين محل كسر والنهاردة الأرجنتين بتسجل أرقام صعب حد يصدقها معدل التدخم بيعدي نسبة 100% للمرة الأولى من 32 سنة وسعر الفايدة وصل لـ 78% والبلد بقت أكبر مقترد من صندوق النقد بقيمة 150 مليار دولار وطبعا البيزو الأرجنتيني خد نصيبه من الانهيار عشان يخسر حوالي 50% من قيمته أمام الدولار في 2022 ودلوقتي وكالة فيتش العالمية بتوجه لها ضربة جديدة لأن تخفيض التصنيف الاقتماني لأي دولة بيخلي المستثمر الأجنبي يحسبها 100 مرة قبل استثمار فلوسه فيها وكمان لو حبت الحكومة تاخد قروض جديدة هتضطر تسدد بسعر فايدة عالي عشان المقردين يرضوا يسلفوها يعني دوامة جديدة ربنا يبعد كل الدول عنها ترجمة نانسي قنقر